لنفترض وجود شركة اسمه A ولنفكر بما سيحدث لأسهم هذه الشركة لنفترض أن هذا ما سيحدث للأسهم خلال يوم كامل وأنه يتم تداوله في هذه اللحظة خلال اليوم سيتغير سعر الأسهم بشكل طبيعي لكن في هذه اللحظة سنفترض أن هذا التغير في السعر قد حادث خلال يوم واحد وقد حدث ذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا حسب التوقيت القياسي الشرقي حيث تم إعلان الشركة بي تنوي شراء الشركة A على اعتبار أن سعر السهم A يساوي 5 دولارات للسهم الواحد لكن حسب الإعلان تنوي الشركة بي شراء الشركة A بواقع 10 دولارات للسهم الواحد لنكتب ذلك ستشتري الشركة ب10 دولارات للسهم الواحد وللعلم سيتم شراء هذه الشركة نقدا وسنتحدث بفيديوهات قادمة عن آليات خراط الشركة بشكل أكبر في حال تم الاستحواذ باستخدام أسهم الشركة المستحواذة لكن عادة تميل الشركات القيام بشراء نقدا إذن أصبح في وسع الشركة B شراء الشركة A وسيحصل كل من حملت أسهم A على 10 دولارات لقاء السهم الواحد وفي عقاب ذلك ستصبح أسهم الشركة A ملكا للشركة B وبالتالي ستصبح الشركة A ملكا للشركة B إذن حسب اعتقادك ماذا سيحدث لأسهم الشركة A نحن على علم بنية الشركة B بشراء أسهم الشركة A بواقع 10 دولارات للسهم وعلى فرض أن الجميع اعتقدوا احتمالية حدوث ذلك أي سيحصل كل شخص على 10 دولارات مقابل السهم الواحد يمكنك تخيل أن السهم الشركة B سيتم تداوله بقيمة قريبة من 10 دولارات للسهم الواحد وهي ليست قيمة قريبة بكثير ولكن قريبة نوعا ما من هذا السعر لأننا نعلم السعر الذي سيحصل عليه حامل السهم لقاء أسهمه إذن هذا ما سيحدث في حال كنا على يقيم بحدوث الاندماج في الواقع إن الإعلان الصحفي غير كاف للجزم بأن الشركة B ستشتري الشركة A وبالتأكيد إذ توجب على الشركتين الحصول على موافقة جهات حكومية للتأكد من عدم حدوث احتكار أو أن الشركة B تحتاج لاقتراض المال من المصر في الإتمام الصفقة فهم بحاجة للمال أو قد يكون هناك مشتر آخر يرغب بدافع مبلغ أكبر لقاء الشركة A وبالتالي من الصعب معرفة الحقيقة في هذه الحالة ليس من السهل التكاهن بما سيحدث بالفعل بل وعادة ما تصل الأمور إلى مكان في الوسط بدل من أن تنتهي باندماج كامل فعلى سبيل المثال بدل من زيادة سعر السهم من 5 إلى 10 دولارات قد يزيد سعره من 5 إلى 8 دولارات ومن المحتمل أن يتم تداول السهم بقيمة قريبة من ذلك الأمر الذي يدفعك للطرح السؤال لماذا يتم تداول هذا السهم عند 8 دولارات للسهم؟ قد يتم تداول السهم بـ 8 دولارات للسهم في حال وجود احتمالية أكيدة بأن يتم تداوله بـ 10 دولارات بعد إتمام الصفقة أليس كذلك؟ فهذه هي قيمة سامي أي بعد إعلان الشركة بي عن نية شراء السهم لكن إذا تم تداوله في السوق بـ 8 دولارات سيكون السعر السوقي لهذا السهم ثلاثة أخماس قيمته الفرق بين 8 و 5 دولارات هو 3 دولارات وهناك طريقة أخرى للتعبير عن ذلك وهي أن السوق يعتقد أن احتمالية إتمام الاندماج تبلغ 60% وأي شخص يعتقد أن احتمالية نجاح الاندماج تفوق 60% ويعتقد أن الاحتمالات تصب في صالح نجاح الصفقة سيقوم بشراء عدد من الأسهم لأنه سيشري بـ 8 دولارات على الرغم من أن قيمة الحقيقية تساوي 10 دولارات للسهم الواحد وقد لا يعتقد البعض أن الصفقة ستنجح ويزون ذلك لضغف احتمال حصول الشركة به على التمويل المصرفي اللازم أو عدم سمح السلطات التنظيمية بإتمام الصفقة عندها سيقوم بشراء الأسهم على المكشوف لأن في حال عدم نجاح الصفقة ستهوي قيمة السهم لتعود لسعرها القديم قبل الإعلان والذي بلغ 5 دولارات للسهم تقريبا وبالتالي ستصرف الناس أو صندوق التحوط على وجه الخصوص والتي تتوقع إتمام أو فشل صفقة الاندماج بناء على دراسات أجرها أو نماذج كمية خاصة بهم أو لربما سربت لهم بعض المعلومات الخاصة التي لا يدري بها أحد سواهم وبالتالي سيتم الرهان كما يلي بالنسبة لمن يعتقد باحتمالية نجاح الصفقة سيتوقعون زيادة السعر السهم ليصيله إلى 10 دولارات للسهم الواحد في حين من لا يعتقد بذلك سيقوم ببيع الأسهم على المكشوف مراهنا على هبوط سعر السهم إلى 5 دولارات للسهم تسمى استراتيجية التلاعب بالاحتمالات عند عمليات الاندماج هذه بمراجحة الاندماجات وتسمى هكذا لأنه في حال كان الشخص ما يعتقد بأن الاندماج سيتم على ميرام يمكنه شراء شيء مع قيمته 8 دولارات ثم بيعه بعشر دولارات أو سيقوم بشراء شيء بثمانية دولارات في حين أن قيمته الحقيقية تساوي عشر دولارات وذلك لبيعه في المستقبل بعشر دولارات بعد قيم الشركة بي بالاستحواذ على الشركة اي أو قد يكون على علم بأن الاندماج لن يتم من ثم يقوم ببيع السهم على المكشوف بسعر ثمانية دولارات ليعيد شراءه بخمسة دولارات مجددا تسمى هذه العملية بمراجحة الاندماجات بناء على اختلاف سعر استهم ويعتقد البعض بأن قيمته 5 سيتم متداوله بثمانية في هذه الحالة السلبية أو أن ما يتم متداوله بثمانية تبلغ قيمة الحقيقية عاشرة